نجحت القمة العربية بالمنامة في حشد الجهود العربية لصياغة موقف موحد ينتصر للإنسانية وفي هذا الإطار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العدالة لا تتجزأ مشددا على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هذا ودعا إعلان البحرين إلى وقف العدوان الإسرائيلية على غزة فورا وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع كما اقترح الإعلان نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حضرة قضية العرب الأولى دارت مناقشة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين في البحرين ومن أجلها خرج إعلان البحرين عنوانه القضية الفلسطينية وانبثق عنه بيان آخر بشأن تطورات الأوضاع في غزة بيان بعث به القاضة العرب رسالة للمجتمع الدولي بأسره بأنه لا صوت يعلو فوق صوت حق الفلسطينيين في الحياة وأطلق نداء للداخل العربي ذاته بأنه لا نجات مع ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات سوى بالوحدة العربية من هذا المنطلق جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة معاتباً الضمير الإنسانية العالمية بالتأكيد على أن العدالة لا تتجزأ ومشدداً على أن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه رئيس الفلسطيني محمود عباس من جانبه طالب مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على غزة وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية وكذلك منع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني أولويتنا الأولى هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة مئة شهيد يومياً وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز من هنا جاء إعلان البحرين الذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع كما اقترح الإعلان نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحزار والتجويع ومحاولات التهجير القسري وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الألاف من الفلسطينيين الإبرياء وفي بيانهم الخاص بتطورات الأوضاع في غزة أدان القادة العرب امتداد العمليات الإسرائيلية لمدينة رفح الفلسطينية وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني واستجابة لمبادرة البحرين تبنت القمة دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة يجمع الأطراف المؤيدة لحل الدولتين هكذا جاءت القمة العربية بالمنامة متشحة بالعلم الفلسطيني كاشفة لعنصرية المجتمع الدولي ووجهه القبيح المتشدق بحقوق الإنسان ليل نهار تلك العنصرية التي أبرزت أن للقانون الدولي استثناءات تسمح بانتهاكه وأن لأرواح المدنيين ذرائع مشروعة لإزهاقها بدم بارد رغم نصوص حمايتهم في أوقات الحروب